وتكون به مجرماً وتحاسب عليه ذنباً بين يدي الله عز وجل القضية ليست قضية وجد وذوق وقضية مزاج القضية انظر هنا في هذا المثال المضروب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن راكعاً أو ساجداً ممنوع محرم اللهم إلا من أجل المشاهدين إذا كان بعضهم يدعو بدعوات القرآن أثناء السجود إذا كان يقتبس من القرآن دعوات ويدعو بدعوات في القرآن هذا لا بأس أما المنهي عنه القراء أن يسرد القرآن سرداً أن يسرد القرآن كما تقرأه هكذا في رمضان يقرأه الناس يقرأ القرآن أثناء السجود أو أثناء الركوع هذا ذنب يحاسب عليه ذنبا بين يدي الله عز وجل فلا ينبغي إلى إدخاله شوفوا الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يقولوا لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من ظاهره لأن الإنسان لما يمشي بقدميه باطن الخف هو الذي يتسخ وليس ظاهره ومع ذلك جاءت الشريعة في المسح على الخفين بالمسح على ظاهر الخف فالإمام علي رضي الله عنه وأرضاه يستغل هذه النكتة الفقهية ويؤسس بها قاعدة عظيمة أعرفهم حالكم لكن بعد هذا التصالب مع أن أخونا أحمد سلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلامة وبركاته السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حضرت كافرات الشيخ أعزين أن أعرف موقف المسلمين ممكن أن ترفع صوتك يا أخي دلوقتي من اللي بيحصل في غزة. تمام. في امر اخر لحرك تاني. لا الله يكلم عليك. الله يحفظك. جزاكم من اخير اتصال حضرت. تفضل نعود لقاعدة الامام علي وبعليك ان نجيب الاخوة المتصلين على سئلة. فالصحابي الجليل الخليفة الراشد الرابع علي بن ابي طالب رضي الله عنه استغل هذه النكتة الفقهية. جميل. وقاعد بها قاعدة عظيمة. قال لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف اولى من ظاهره. نعم. احيانا يأتي واحد يقول ما رأيك في قضية مثلا الزكاة ان نجعلها نسبة مختلفة من اجل مصلحة كذا. فيكون الجواب والله لو كنا الهة ولكن مشرعين قد يكون في هذا يعني وجاه. لكننا عبيد لا تنسى. لا تنسى اننا عبيد. احيانا بعض الناس من ادارات بعض الجماعات الاسلامية والعمل الاسلامي او يكون له مثلا منصب قيادي او يكون هو استاذ في الجامعة ولا عميد ولا وزير ولا شيء. لما يناقش بعض مسائل الدين يقول لماذا بلغني ان رجلا ما قبحه الله. قال الامرأة المسلمة محجبة. لماذا العشر المبشرون بالجنة ليس فيهم الوزير الفلاني والعلاني. لماذا ابو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير والجماعة. يعني لماذا ليس واحد منا. احيانا الانسان مع وجوده في منصب او وجوده في مكان قياد فيما يخص الدنيا. يرى نفسه ينسى انه عبد. شيمة العبد ان يقول سمعنا واطع. نعم. ليتصور المشاهد. ولتتصور معي المشاهد. لو ان لديه او لديها خادمة. وقلت للخادمة ايتني بكأس من الماء. نعم. من يقبل ان تقول الخادمة والله حتى اقتنع. او تثبت لي انك عطشان. نعم. او الان ليس بوقت ما. يعني تأتي بشيء اخر. تأتي بشاي. او ان مشغول. او هي مشغولة. نعم. الخدامة مشغولة. نعم. من يقبل من خادمه ان تكون هذه هي اخلاقه وتباطؤه في اجابة الامر من سيدها ومولاها. نعم. هكذا نحن مع الله ولله المثل الاعلى وله الكبرياء سبحانه وتعالى. فكيف نكون نحن مع الله نناقش ونشارك. لا خليها هكذا. لا ما الرأي ان نجعلها هكذا. هذا سوء ادب مع الله وهذا هو الذي يغضب الله. بعض الناس يتعجب. يقول يغضب الله من صاحب البدعة وهو في عبادة. لابس السبحة في رقبته ويطنطن ويرقص يمكن مترا الى الامام والى الجنب الى الخلف وفي الحضرها الصوفية ولا في غيرها. نعم. وهو تعبان في هذه العبادة وترك الاهل والاولاد. وذاك الذي في الخمارة يغضب الله عليه غضبا اقل. كيف يكون ذلك؟ ذاك الذي في الخمارة هو يعرف انه في معصية. ويرى نفسه مذنبا ويرى ربه منعما. اما الذي في هذه البدعة اه هو كأنه يصوب على الشريعة. كأنه يعدل على ما شرع الله عز وجل. هذا يغضب الله. دعم تفضل. سلام عليكم. سلام عليكم ورحمة ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك فيك يا أستاذ محمد. والتحيات للسيح. وإياكم يا أستاذ. الله يحفظك. خضاني حالي. بارك الله. في ناس يعني من البدع في ناس اما تخدش عليهم او تكلموا تقولهم سلام عليكم. فيهزوا رأسهم بس وما يردوش التحية. يعني دي برضو يعني ايه يا جزاءهم. تمام. يعني اذا كان الشيخ برضي واجه لنا كلمة اللي كل من يمارس البدع في الوقت الحاضر ده. واهلنا في غزة بيقتلون يعني. هل يعتبر خايم في الوقت الحاضر وعند توحيد مع عدم توحيد وصفوفهم مع المسلمين. وعايزة سألو برضو السؤال لو انا ماشي مثلا ولا ايد جامعة والجامعة ده فيه مغبرة وما فيش غير قصاتي. قال يجوز ان انا اخش اصالي فيه سعيدة ولا يبقى دادعا. حاضر. وعليكم السلام ورحمة الله. ستتكاثر علينا الاسئلة ونؤجل ونأخذ بالترتيب. نعم. على كل حال لا يجوز لعبد من عباد الله ان يكون ينسى او يتناسى انه عبد وشيمة العبد. اذا قيل له شرق شرق. الانقيات. واذا قيل له غرب غرب. نعم. جميل. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم. ان يقولوا سمعنا واطعنا. جميل. نعم. كان اخونا احمد بن نصر بيسأل ما موقف المسلمين الان فيما يحدث في غزة. انا اقول اه باختصار شديد لان القلب يعتصر. والكبد ينفري مما يجري في غزة. ولكن باختصار شديد. ارجو ان يسمع الكل هذا الكلام بعناية. يجب وجوبا شرعيا فريضة من الله على كل الذين يلون غزة من البلاد الاسلامية. واذا لم يكفوا فتتوسع الدائرة. واذا لم يكفوا فتتوسع حتى تعم جميع حكام المسلمين وجيوش المسلمين في العالم. نعم. ان يهبوا لنصرة هذا الشعب الاعزل من هذه الهمجية البربرية الصهيونية التي تعيث في الارض فسادا على مرأة ومسمع من العالم. ويجب على من لم يمكن من الجهاد. ولم يفتح له بابه. ولكنه يريد يجب عليه ان يتجهز عقائديا نفسيا بدنيا يتجهز. حتى اذا ما فتح له باب انطلق ولا يتردد. نعم. بدون تردد. اما بعض ابنائنا من الشباب الذين يريدون ان ينطلقوا من تحت الاسلاك الشائكة. وينطلقوا بقرارات فردية. دون استئذان حكوماتهم. ودون فتح باب من قبل جهة مسؤولة. تستقبلهم وجهة ترسلهم. او ينطلقون تحت راية معروفة. دون هذا ينطلقون فرادها كذا. ظنين انهم من المجاهدين. هذا عبث في الحقيقة. نعم. يشكر لهم الشعور. والشعور هو شعور كل مؤمن عنده بقايا ايمان. ولو ذرة في قلبه. الشعور رائع. لكن النبي صلى الله عليه وسلم. لابد من تخطيط. لشيء ما. نعم. قال في الحديث الصحيح. من لم يغزو. ولم تحدثه نفسه بالغزو. مات ميتة جاهلية. نعم. وفي رواية مات على شعبة من نفاق. سسمح لك هنقول لهذا الجنب. ولكن بعد هذا التصالب. تفضل. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. تفضل. عليكم.